ممتلين عن الصحافة المغربية من الصحافة العموبي أو الصحافة الخاصة على الخضوع لهذه الندوة الصحافية معوافد مهم من المغرب فيه ممتلين عن الوزارة والممتلين عن المؤسسات الكبرى المعنية بالبعث العلمي بالطاقة المتجددة والمجاعة الطاقية ولكن أيضا ممتلين عن القطاع الخاص يعني هو المستثمرين في مجال الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة التعاون التقني من خلال جهزة مواكبون معنا كافة المجالات خاصة المجال الطاقة والبيئة والآن سندخل معهم في عالم المعادن معتزون بالاستثمار الألماني في المغرب وبالشركات الموجودة بين الشركات المغربية والشركات الألمانية ويمكن أن أؤكد لكم أنه أعطيتم نموذج كيف يمكن أن نشمع بين التبادل التجاري شراء وبيع ولكن أيضا استثمار لخلق القيمة المضافة وفرشون الطاقات المتجددة في مجال الطاقات المتجددة وهناك أكثر من 12 دولة تستثمر في المغرب من هذه دولتكم وشركاتكم تستثمر في المغرب عشرات الملايين من الدولارات استثمارات في المغرب في مجال الطاقة وما يحيط بطاقة ما تقومنا به لخلق شركات نوعية مع الدول النامية وأنا أحكم من خلال تجربة المغرب هذا هو الشراكة التي يكون فيها الجامع رابح ويكون فيها توزيع عالي للطاقة يعني وأعتقد أنه يجب أن نطور هذا التوجه الذي تتبناه ألمانيا أن يتطور عالميا إذا أردنا أن نجيب على أسئلة التوترات الموجودة في العالم حول أن نتطرق معكم للموضوع الذي نحن بصدده من وجهة وطنية ومن وجهة عالمية يمكن أن نقول لكم أنه أحد أسباب أحد أسباب التوترات الموجودة في العالم هو غياب توزيع عادل للطاقة في العالم هناك جزء من العالم يصنع الطاقة ويستفيد منها وهناك جزء من العالم لا يصنع الطاقة ولا يستفيد منها أنا كان توقيع بين المركز المغربي وبين المركز الألماني في نور اتفاقية مهمة في مجال البحث علمي نحن معكم ومع شركائنا نريد أن يكون المغرب مجال كبير لاستثمار في الطاقة وفيما نحن بصدده للسوق المغربي ولكن أيضا للتصدير للأسواق العالمية عندكم تعاون في مجال تدريب الموارد بشرية عندكم تعاون في مجال بناء الكابسطي بردد من خلال مركز التغييرات المناخية عندكم استثمارات مذنبة ومصالع تخلقوا آلاف ورشون في مجال الطاقة أيضا هذا النموذج هو الذي تريده الدول النامية مثل المغرب ومثل الدول الموجودة في إفراقيا قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا وفلاشين يوتيوب